السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله وصفة جميلة جدا هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله هنعمل مع بعض حلة بارد حاجة كده بتدف البقض وبطعمها لذيذ جدا ومقادرها سهلة وبسيطة بتاخدش وقت خالص ولا في التحضير ولا في الاكل كمان ان شاء الله بجدها هتجربيها هتعجبك جدا جدا ممكن بقى تعملها بقى في ايام العيد او الايام ديت حاجة كده سقعة وطعمها لذيذ جدا ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك باذن الله يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل السلام والبسم الله الرحمن الرحيم ونشوف معانا اول حاجة ايه معانا اول حاجة في المعدير معانا باكوجيلي انا جبته بطعم الاناناس انت ممكن تجيب اي طعم تاني انت حباه بس انا بقى حبتي السنة دي اعمل معاكم بطعم الاناناس عشان السنة اللي فاتت عملت معاكم بطعم الفراولة وكان ماشاء الله جاي بمشاهدة عالية جدا فقلت السنة دي ان شاء الله نغير ونجيب طعم الاناناس فنبدأ كده مع بعض نفتح الباكوجيلي الجيلي ونشوف الكيس بتاعه نجوه بقى عامل ازاي وبعد كده نبدأ بقى نحضره مع بعض ونشوف هنعمل ايه ادي باكوجيلي اهو تمام افتح بقى الكيس واجيب الطبق وابدا احط اول باكوجيلي معايا وهجيب واحد تاني وانا جاي حطاه يبقى انا كده حطيت باكوجيلي تمام كده طيب باكوجيلي ده نحط عليهم ايه لكل باكوجيلي بحط عليه كباية مية مغلية لازم المية تكون مغلية مش سخنة تمام انا بقى حطى النهارده باكوجيلي يبقى حط عليهم كبايتين مية مغلية تمام هجيب بقى المعلقة او المضرب او اي حاجة وهقلبه كويس جدا لغاية السكر بتاع الجلي ده لما يختفي معايا تماما مايبقاش ليه اي اثر تمام كده اهو هفضل اقلب فيه كده تمام زي الفل هول موضوع كله سهل وبسيطه هول غاية الوقتي تمام كده تمام بعد كده بقى هجيب بقى القلب بتاعي او ممكن صينية لو معندكش قالب ممكن تشتغلي في الصينية عادي خالص حطيت فيها معلقة الزيت وبعد كده بالفرشة وده اتفردها كده في قلب القالب تمام وبعد كده بقى رح جاي بقى منديل ورق وهمسح بقى كل قصر الزيت زي ما انت شايفة بس انا عملت الخطوة دي اتشان خاطر لما حط الجلي في القالب فمجا قلبه ما يلزقش في القالب ولا يحصل له اي حاجة تمام هحط بقى الجلي كده ما انت شايفة بعد كده بقى دخلوا التلاجة لمد الساعة او ساعتين ولما الجلي يتمسك معي كويس جدا هبدأ بقى اعمل خطوة اللي بعد كده يعني الخطوة التانية مش هعملها الا لما الجلي يتمسك معي كويس جدا في التلاجة تمام الخطوة التانية اللي هي عبارة عن هنعمل الكريمة الكريمة اللي هي عبارة عن كوباية لبل مسلجة وكوباية كريم جانتي بالنسبة للكريم جانتي انا جايب اللي هو عليه سكر تمام ده المتواجدة عندي تلوقتي انتي لو ما عنديكش دوت وعندك اللي هو من غير السكر هتحط عليه معلقتين سكر حطيتهم بقى في الطبق بالشكل ده وهبدأ بقى اضربهم لمدة عشر دقايق لغاية لمج الكريمة اللي هتمسك معي كويس جدا تمام زي الفل كده خلاص هدخلها بقى التلاجة وتعالي بقى نشوف الطبقة التالتة هنعمل فيها ايه هنا برضو معانا بكوين جيلي تمام هجيب برضو الطبقة و هجي حط في البكوين تمام كده وهضيف عليهم برضو كوبايتين مية مغلية يعني زي ما قلتلك برضو بكوين الجيلي كل باكو عليه كوباية مية مغلية فانا حطيت باكوين فحطيت عليهم برضو كوبايتين مية مغلية و قلبتهم كويس جدا و هسيبهم بقى يبردوا تماما تمام لازم الجيلي يبرد تماما ده كده نحطوش في التلاجة سيبيه بره على جنب كده بعد ده ما برد تماما طلعت الكريمة من التلاجة و رحت جاي حط عليها الجيلي الجيلي بارد اوعد حطيه سخن و فضلت اضرب فيه لغاية ما بقى كريمي كده زي ما انت شايفه ولازم تضربيه كويس جدا عشان الكريمة بتبقى مكتلة كده و طبعا بتبقى سقعة فبتبقى مكتلة كده معيك ماشي فلازم تضربيه كويس جدا كده مع الجيلي وبعد كده هتطلع الجيلي بتاعك من التلاجة زي ما انت شايفه كده ما شاء الله متماسك معينا و زي الفلة هو هجيب بقى كريمة و رح جاي حطاها عليها تمام بالشكل ده وبعد كده بادخلها التلاجة بقى بص بقى ساعتين تلاتة المهم لغاية لما تتمسك معاك هتروحي جاي مطلعوها تمام بالشكل ده كده هتماسكت معينا شايفه شكلها كده جميل و زي الفلة هو والموضوع كله سهل وبسيط زي ما انا قلتلك هنعمل اي بقت الوقت بقى هجيب بقى صينية كده حط فيها ميا مغلية لازم ما يكون مغلية كويس جدا كده تمام شوية صغيرين كده يعني يعني نص الصينية تمام وبعد كده بقى هجيب القالب وابدا هحطه بقى في الميا المغلية وعد من واحد لتلاتة اوعي الزودي عن كده اوعي الزودي عن التلاتة عشان هتسح منك وتبوس فانا عديت من واحد تلاتة و جيت اقلبها بس للاسف ازا حلقت من ايدي وقعت فزعلت جدا فبعدت جبت تاني بربع بواكي جيلي تاني وروحت جاية عملها تاني فالحمد الله لكل حال قد الله مش افعل فعملتها هو بس المرة دي بقى عملتها بالاناناس فعلا يعني التاني برضو كان ايناس بس كان لونها صفرة مش عارفة ليه دي بالاناناس ولونها اخضر فما كنتش عارف بقى كده فيه منه الوان يعني فبرضو جبتي برضو الصينية حبيت برضو اوريها لكم وحطيتها برضو من واحد لتلاتة وبعد كده جبت السكينة فكيت كده ايه من فوق عشان لما اقلبها ما تبقاش مسكة ايه في الحراف بتاعت القلب بتاعي ولا اي حاجة خالص اهي تمام هجيب بقى الصينية بقى وربنا يسطرها ونقلبها مع بعض كنت خايفة جدا وانا بقلبها تزحلق من ايدي زي المرة الفاتت الحمد لله ما ازحلقتش وكانت زي الفل زي ما انت شايفيها بسم الله ومشاء الله التانية بصراحة زعلت اوى عليها كان لونها اصفر كده وكان جميلة او كنت حابة ان اصورها معاكم بس قد الله ومشاء فعل يعني كنت فاكرة الاناس كله لون واحد بس ما عارفش التانية ازاي تلعى اصفر ودي بقى طلعت خضرة ومش عارفة ازاي بس يلا الحمد لله اهم حاجة الطعم والشكل واللون والريحة والحاجات دي كلها بجد والله العظيم يا جماعة هتجربوها هتعجبكم جدا جدا سهلة وبسيطة وطعمها لزيز جدا وبتضف البقضه وكده حاجة كده في منتهى الجميل يارب الطريقة بتاعتكون عجبتكم وتنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوه للجرس وكمان ما تنسوش تدعموني على البيجر بتاع الفيسبوك المربخ الموسى لسبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصفر 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 اشتركوا في القناة